السلام عليكم اسمي براندي واسمي بعد الاسلام سيكينا اعتنقت الاسلام في مارس 2005 اشعر ان خلال حياتي كلها كنت اوجه الى طريق الاسلام عندما كان سني 6 سنوات ارسل لي ابي صندوق هدايا من القويت وكان يحتوي على سجادة صديرة وافرشها على الارض للعب عليها بعرائس الباربي ولم اكن اعلم فيما تستخدم هذه السجادة حتى بلغت السامنة عشر وقتها اكتشفت انها سجادة للصلاة كما اني بسن الرابعة عشر قابلت عائلة باكستانية مسلمة ولكنهم لم يحدثوني عن الاسلام فقط قالوا لي انهم لم يأكلوا لحم الخنزير وقد اصار هذا اهتمامي وعندما بلغ عمري السادسة عشر قابلت عائلة سورية مسلمة وهم ايضا لم يحدثوني عن الاسلام باستثناء انهم لا يأكلون لحم الخنزير وقتها ولأول مرة ارى اول نسخة من الكرآن كما رأيت صورة لاحد الفتيات وهي ترتدي الحجاب وفي السامنة عشر رأيت مسلم جزائري وهو اول من اهدى لي نسخة من الكرآن الكريم وبدأت في حفظ الآيات وقد أصار هذا تعجبه وتعجبي انا ايضا فانا لم اكن مسلمة وكان حفظ الآيات بالنسبة لي يسيرا جدا وفي نهاية العام ذهبت انا وجدتي ولاية فيرجينيا لزيارة اعمامي وكان عمي وابنه سيذهبون الى الكنيسة ليعمدوا ففكرت ان اعمد انا ايضا وكانت مدرستي مدرسة سنوية مسيحية والدتي مسيحية ملتزمة فكنا نشاهد سويا قنوات التلفاز المسيحية غالب الواق ونسمع الموسيقى الكنسية فما قد يكون افضل لي ان اعمد ودرست الانجيل ايضا وحفظت بعض المقاطع منه اثناء تعميدي لا اتذكر التهديد ما قاله لي القص لكنه اخذ يدفع برأسي نحو الماء لكني لم اكن مستعدة بعد فحاولت مقاومته لكي اتنفس لكنه ظل يدفع برأسي تحت الماء وبعد ان افلتني اخذت نفسا عميقا وبدأت في الضحق لكنه دفع برأسي مرة اخرى للماء فضحقت من جديد وعندما انتهيت من التعميد اخذ الجميع يتجمعون حولي ليهنئوني ويخبرونني كم انا محظوظة واني تخلصت من كل زنوبي لكني لم اشعر ولم اشعر ان اي شيء تغير بعد تعميدي في اواخر هذا العام انتقلت للسكن في مدينة هيوستن بولاية تكساس الامريكية وكنت اعمل بمكتب محاماة وفي يوم كنت اعبر طريقا مزدحما للغاية فعبرت النصف الاول من الطريق ووقفت في الوسط لان الطريق امامي كان مزدحما جدا فلم استطيع العبور ولكن كان بامكاني ان اعود ثانية وقفت امامي سيارة بها امرأة ترتدي ملب السوداء وكانت لوحة السيارة تابعة لكاريفونيا اول ما خطر ببالي انها تابعة للجيش كم انا حمقاء لم تكن تابعة للجيش بالطبع لكنها كانت مسلمة وتفاجأت واستنتجت ان هناك مسجد بالقرب من هنا وفكرت اني في يوم من الايام سازهب الى هناك واطرح تساؤلاتي وافصل على الاجابة من جديد لم استطيع عبور الطريق وتملكني شعور بان علي ان اغير شيء قبل ان اتحرك الى الامام فعدت لاتحدث لهذه السيدة واخبرتني بان اتي الى المسجد ذهبت نحو الطريق من جديد لكن الزحام كان لا يزال شديدا وعلقت في منتصف الطريق لكن سرعان ما عادت حركة المرور الى طبيعة وعبرت الطريق نحو المسجد قابلت اخت اخرى هناك وقد استحبتني الى درس العلم لم انطق بشيء لها ولم اتلفز بكلمة واحدة ولم اخبرها عن اي من تساؤلاتي او ما شابه لكنها اخبرتني بكل شيء وشعرت وقتها انها كانت بمسابة رسالة سموية وعرفت وقتها اني مستعدة لاصبح مسلمة اعطتني الاخت بعض المنشورات التعليمية وقالت لي ان علي ان استوعب الالتزامات والمسئوليات التي ترتبط باعتناق الاسلام مثل الصلاوات الخمس وارتداء الحجاب وبعد اسبوعين من هذا اليوم نطقت الشهادة واصبحت مسلمة وكانت هذه اللحظة التي غيرت حياتي شعرت اني عطت الى الحياة وكان هذا الشعور مختلفا تماما عما شعرت به عندما عمت بالكنيسة فقد ذهبت الى مؤتمرات مسيحية ومدرسة مسيحية وما الى ذلك وحينها كنت اشعر برباط مع الله ولكنه لم يكن كشعوري عندما اسلمت اتذكر اني ذهبت الى تجمعات ومقابلات للمسلمين الجدد وغيرها وكنت اشعر اني وسط عائلتي ومجتمعي وهو الشيء الذي لم اشعر به من قبل في الكنيسة شعوري كان مختلفا تماما عنه عندما اصبحت مسلمة اذا كانت لديك تساؤلات او اي شقوق او اي شيء من هذا القبيل او حتى لديك فضول فاسعى فاسعى لمعرفة المعلومات بنفسك ولا تستمع لما يقول الآخرون تعرف بنفسك على كل جوانب الموضوع ولا تكتفي بوجهة نظر واحدة لانك لا تعلم الى ما قد تقول اليه في النهاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته